لا أنا مهندس ولا إنجينير ولا أبوي مهندس ولا أبوي إنجينير وأنا عمري عملت عمارة طويلة لكن في حب وفي عمل بجد واجتهاد وليل ونهار ومخاطرة بس ما تسمع كلام اللي يقول لك لا والله يمكن ما تقدر هذا ما تسمع كلام الفاشة اللي أسميه ما نفع كلام أعمار مصر واحدة من أشهر شركات التطوير العقاري في مصر وإدرت على مدار أكتر من 15 سنة تحقق نقاحات كبيرة وتقدم خدمات مميزة وبترعي أعلى المعايير العالمية ومؤسس أعمار مصر هو رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار وده واحد من أهم رجال الأعمال والمطورين العقاريين في الوطن العربي وفضله أعمار بقت معروفة عالميا لأنها المطاور لعلامات مميزة في دبي زي برج خليفة ودبي مول كمان العبار هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيجيل هيلز واللي بتعتبر من الشركات الرائدة في الاستثمار والتطوير العقاري في أبو زبي وهو صاحب فكرة بناء برج خور دبي واللي كان المفروض يكون أطول برج في العالم ولكن هتفضل إعمار من أهم إنجازاته وتعالوا بقى نتكلم أكتر عن أعمار مصر وأهم مشارعها فشركة أعمار مصر لتطوير العقاري تعتبر من أهم وأفضل شركات العقارات في مصر وده لأن الشركة عملت تعاقدات كتير بإجمال استثمارات وصلت 11.5 مليار دولار ومع الوقت زادت مشروعاتها في مناطق كتير زي وسط القاهرة وشرقها وكمان في الساحل الشمال وغيرهم ودلوقتي خلينا أكلمك عن مجموعة من أهم المشروعات اللي نفذتها الشركة خلونا نبدأ بمشروع أبتاون كايرو كومباوند أبتاون كايرو في المؤطم وهو واحد من أطخم مشروعات أعمار مصر وأشهرها والمشروع على مساحة 1100 فدان وعلى ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر يعني الجو هناك ألطف بحوالي 3 درجات عن وسط المدينة نيجي بقى المشروع تاني وهو كومباوند مافيدا واللي معمول على مساحة 899 فدان وده مشروع فريد من معمار كاليفورنيا وبيوفر بيئة مريحة ورقية للسكان أما بقى مشروع مراسي الساحل الشمالي فده من أهم مشاريع إعمار ويعتبر من أشهر الوجهات في الساحل الشمالي وهو على مساحة 6.5 مليون متر مربع ومتقسمة بمباني سكنية فخرة وخدمات متكملة ومساحات خضراء شاسعة وده بيخليه واحدة من أفضل الوجهات الساحلية في مصر كمان المشروع بيضم خمس شواطئ و23 مجمع سكني وده غير 3300 غرفة فندقية وكمان في ملعب جولف ضخم بيتكون من 18 حفرة واللي بيكذب عشاء الجولف من كل مكان ومن أبرز المميزات في مراسي هي المارينة الدولية واللي بتعتبر من أكبر المراسي البحرية في الشرق الأوسط وبتستوعب عدد كبير من اليخوت والمراكب الفخمة وده بيخلي مراسي وجهة بحرية مميزة للسياح وأصحاب اليخوت كمان مراسي مش بس مارينة بحرية هي كمان مركز متكامل للترفي والتواصل الاجتماعي وبيضم مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية والمطاعم والكافيهات الفخمة علشان تدمن لزوارها وسكانها تجربة استثنائية كمان عندك منتج عسول الساحل الشمالي فأعمار مصر كمان قدمت منتج عسول في الساحل الشمالي واللي بيضم مقاومات كتير بتخليه من أفضل الوجهات السياحية على البحر المتوسط فالمنتج على مساحة 580 فدان وكلها مساحة خضرة كبيرة غير المباني والخدمات اللي بتقدمها القرية في سول وبتضم مراحل كتير وعندك المرحلة الأولى مخصصة للفلات المستقلة واللي بتطل على البحر بشكل بانورامي مميز وكمان عملاء سول الساحل الشمالي عندهم فرصة يمتلك بيوت شاطئية فريدة من نوعها ده غير إنها كمان بتتميز بكتير من المقاومات اللي خلتها تكون وجهة جذابة فعندك أول حاجة الشاطئ الطويل اللي طوله 1.5 كيلومتر وده بيخلي كل القرية تقريبا عندها إطلالات روعة على البحر غير إن فيه لاجون كبير تقدر تستمتع فيه بالغوص وكمان المشروع فيه شلالات صناعية بتدي شكل جمالي للمكان فأعمار حطت لمستها في المشروع بالكامل وابتكرت خدمات ومفاهيم جديدة علشان تضمن إن المنتجع يكون على أعلى مستوى وطبعا مش هننساكم باونت بالفي واللي بتتجسد فيه كل معاني الحياة والمشروع موجود على مساحة 500 فدان وما ينرى فهي ورقي ومعمول بتصميمات وخدمات مبهرة وكمان بيتميز بمناظر طبيعية سحرة وفي مشاريع تانية كتير مهمة وعلامات فارقة في تاريخ إعمار مصر زي كيروجيت مثلا وكل المشروعات دي كانت بمثابة نقطة فاصلة في السوق العقاري وفي منها مشاريع بيتقال إنها مش هتتكرر تاني زي مارسي مثلا أما استثمارات إعمار في مصر فهي تخاطط العشرة مليار دولار وخلينا أقولك بقى إن بالرغم من كل النجاحات والإنجازات دي إلى إن شركة إعمار مصر مرت بتحديات كبيرة كان صعب الخروج منها ولكن بفضل استراتيجيتهم والقيادة الحزمة قدروا يخلقوا من الأزمات دي فرص ونجاحات كمان إعمار مصر بتتميز بخدمة ما بعد البيع فهم مع العميل لحد ما يبقى راضي بشكل كامل أي أن كانت المشكلة ومعروفين إنهم مستحيل يتجهلوا مشكلة أو يقللوا منها كمان مستوى الأمان أكتر من مميز فهم بيتعاملوا مع أفضل شركات الحراسة والأمن في مصر وخلينا أقولك إن دي الإقبال على مشاريع إعمار مصر مش طبيعي وده بيخلي استعرف ارتفاع طول الوقت يعني لو حضرتك النهاردة حطيت ميجيني مثلا في شقة هناك بعد يومينها 3% بقت 200 أنت مش مجرد واحد بيشتري ولكن بتستثمر كمان كمان شركة إعمار حققت أرباح كبيرة في أول 6 شهور من سنة 2024 وطلعت صفير بحي وصل لأكتر من 7 مليار جنيه يعني بزيادة حوالي 119.5% عن السنة اللي فاتت ده غير إن الإرادات الكلية وصلت لأكتر من 5 مليار جنيه